موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بجميع متابعي فضائية العراق التربوية وبطلابنا العزاء طلاب الرابع الأدبي في درس جديد من مادة التاريخ أعزائي الطلبة اتحدثنا بالدرس الماضي عن الطائف وذكرنا هي من أهم المراكز الحضارية في شمه الجزيرة العربية وبيننا هي زراعية وبها البساتين وذكرنا أن المياه تنزل من الوديان وبيننا بها البساتين وأيضا اشتهرت بالفواكه والعسد وأيضا أثر طبعا هنا الباحثين على كتاب كتابات مدونة كانت على الصخور بمدينة الطائف وفي مواقع غير بعيدة عنها وكتبت هنا بالنبطية وقسم بعد بي من كتب بالثمودية وبعض منها بالأبجدية والبعض الآخر كتب بخط إسلامي قبل قليل تحدثنا عن سيل العرم شنو المقصودة هنا شنو المعناته هنا هو فيضان كبير أرسل الله سبحانه وتعالى كعذاب على يمن على قوم سبق باليمن وذكره هنا في الآية 16 من سورة سبق لأن الله سبحانه وتعالى أرسل لهم عدد من الإنبياء لكن هم ما اهتدوا وأنكروا وحصل الفيضان شنو السبب؟ بسبب انهيار سد مأرب أو سد العرب اللي كانوا يستفادون من الناس يسقون بأراضيهم الزراعية فهنا غرقت المدينة وتحولت بساتينها العامرة إلى أرض قفار وصحاري قاحلة وذكروا بعض المفسرين أن سبب الانهيار هو الله سبحانه وتعالى أرسل فقرا ثقب السد مما أدى انهياره وذكروا علماء الآثار وأن السيل العرب وقع في شمال شرق مدينة صنعاء هسا هنا نتحدثنا عن الطائف رح ننتقل إلى موضوع آخر هو مظاهر حضارة العرب قبل الإسلام رح نشوف أول مرة نظام الحكم شون اتسم نظام الحكم في الممالك والدول العربية المتحضرة في جنوب شبه الجزيرة العربية وبعدين ننتقل في شمال الجزيرة العربية نظام الحكم في الممالك والدول العربية المتحضرة بجنوب شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام هو كان نظام ملكي وراثي وبعض الملوك استغلوا الديانة شلون بدأوا بعض الملوك اليمن أهم يكون كاهن وهم يكون ملك في آن واحد واعتمدوا إهنان الملوك على اليمن على رجال الدين وملاكي الأراضي والتجار إدارة شؤون المملكة إذن إذا يجينا بشت شون اتسم نظام الحكم بالممالك والدول العربية بجنوب شبه الجزيرة العربية تقول لها كان نظام الحكم ملكي وراثي وقسم من الملوك استغلوا الديانة حتى يدعمون السلطة مالتهم وقسم منهم أخذوا هم صاروا هم كهنة وهم صاروا هم ملوك واعتمدوا على رجال الدين وليملكون الأراضي والتجار في إدارة شؤون المملكة بعض ممالك اليمن شنو شهدت قيام مجالس المدن شنو هاي وظيفتها المجالس وظيفتها الدير شؤون المدن أثناء السلم والحرب ويحكمون بين الناس وشنو سموها هنا سميت مسود ممكن هاي شي يجيك يجيك تعريفة هي عبارة عن مجالس للمدن كانت تدير شؤون المدن وما يخصها أثناء السلم والحرب والحكم بين الناس المن تشبه هاي هاي تشبه دار الندوة اللي كانت عد قريش في مكة المكرمة وبعض الملوك السوا وبسبق نصبوا نفسهم وسطاء إدمن عند الآلهة هذا وين كان نظام الحكم في جنوب شبه الجزيرة العربية تعالوا خذ ننتقل إلى شمال شبه الجزيرة العربية شمال شبه الجزيرة العربية كانت دولة تدمر والأنباط خضعت في ذيك الفترة المن إلى الرومان ويتمتعون بنوع من الاستقلال أيضاً لهم مجالس مجالس المن مجالس لشيوخ ومجالس للعشائر والغالب على بقية مناطق شبه الجزيرة العربية شنو ويا نظام النظام القبلي الحكم المن يكون بالنظام القبلي إلى رئيس القبيلة والرياسة شون كانت بيها وراثية كل قبيلة أيضاً كانتها شنو بيوتات تمتاز بالشرف تكون الرئاسة بيها المن لآل هاشم بن عبد المناف في قبيلة قريش بيش امتازت هاي القبائل امتازت هاي القبائل بالشرف والسؤدن وكان لؤراء يسأل خبائل شنو نفوذ على بقية سائر القبيلة بالغالب رئيس القبيلة يستشير الملأ من أهل القبيلة مارته زيان العلاقات السياسية بالقبيلة على شنو كانت تستند العلاقات السياسية بالقبيلة كانت تستند إلى المنافع المشتركة والتقاليد المتوارثة والمثل الاجتماعية ممكن هذا يجيك عزيزي طالب على شكل فراغات العلاقات السياسية في القبيلة كانت تستند إلى فراغ المنافع المشتركة اثنيا التقاليد المتوارثة ثلاثة المثل الاجتماعية هذا كان شنو نظام الحكومة الطرقنبي في جنوب شبه الجزيرة العربية وفي شمال الجزيرة العربية هسا راح ننتقل آن وياكم إلى الدين والعقيدة العرب قبل الإسلام كانوا يدينون بأديان وبذاهب اشلون؟ منهم آمن بالله واعتقد بالوحدانية وقسم منهم آمن بالله وعبد الأصنام وقسم منهم آمن بالخالق وأنكر البعث وقسم منهم دان باليهودية والنصرانية ومنهم متى زندق ومنهم من آمن بالملائكة ومنهم آمن بعبادة الأسلاف ومنهم أنكروا أصلا الخالق والبعث شنو سموهم ذولة بالدهرية ممكن يجيك هذا فراغ سميوا اللي أنكروا وجود الخالق والبعث بفراغ الدهرية ومنهم عبده والكواكب والنجوم كان أول من غير دين إسماعيل عليه السلام منه يجيك فراغ أول من غير دين إسماعيل عليه السلام فراغ عمرو بن لحي اللي تروي الأخبار إش بيه؟ هو أنه راح سفرة راح سفرة في بلاد الشعب وشاف هناك أصنام موجودة وعجبة وجابها إلى مكة المكرمة فشاعت عبادة الأصنام وكان لسادة القبائل والأمراء والملوك أثر بظهور الشرك على الرغم ما ذكرنا إحنا هاي ديانات لكن أكهو من العرب أنه كرهوا عبادة الأصنام وقالوا أنه هاي عبادتها لا هي تلفع ولا تضر ولا تشفع وإثنان طبعا دانوا بالدين التوحيد ومنهم من أخذ دين التوحيد هو زيد بن عمرو بن نفيل اللي يشك بالأوثان وين راح؟ راح البلاد الشام طالبا دين إبراهيم الخليل عليه السلام واشتهروا هناك بشوف الجزيرة العربية عدد من البيوت المقدسة اللي أشرها هناك الكعبة المشرفة هذا شنو كان حديثنا؟ عن الدين بعد ما انتهى حديثنا عن الدين راح نطرق إلى التجارة نطرق إلى التجارة من مظاهر حضارة العرب قبل الإسلام أنه أكو وسائل اتصال بين العرب وبين الأمم الأخرى سواء كان هذا عن طريق البر أو عن طريق البحر الطريق البر الشوي هذا للطرق البرية تربط بين الشمال شبه الجزيرة العربية وبين جنوبها داخلية كانت أمساحلية بعد أيضا عن طريق الموانئ اللي منتشرة بجهات بلاد العرب الثلاث اللي ها دور أيضا بهذا الاتصال هلانا شنو كان عندنا؟ كانت هناك مسارات ترابط حضاري كونها التجارة قلنا هي اللي يسوي تواصل حضاري بين العرب وبين منه الهند والبنغال حتى أنهم وصلوا وصلوا إلى سواحل الصين عن طريق التجارة البحرية إذن حديثنا عن التجارة قلنا من مظاهر هي التجارة من مظاهر حضارة العرب قبل الإسلام وكانت السبب هاي التجارة أنه يكون وسائل اتصالي بين العرب وبين الأمم الأخرى عن طريق سواء قلنا البر أو التجارة البحرية قلنا عن طريق الطرق البرية اللي تربط بين من بين شمال شبه جزيرة العرب وجنوبها داخلية كانت أم ساحلية بعد أيضا عن طريق الموانئ اللي وين منتشرة في جهات بلاد العرب الثلاث اللي دور إلها اتصال العرب بالأمم الأخرى وأيضا التجارة صارت هي أداة للتواصل الحضاري بين العرب وأيضا مع الهند والبنغال حتى قلت لكم وصلوا إلى سواحل الصين عن طريق شنو وصلوا وصلوا عن طريق التجارة البحرية زين هنا من وصلوا إلى طريق التجارة البحرية معتمدين على شنو كانوا معتمدين على الرياح الموسمية الغربية اعتمدوا عليها أثناء ذهابهم وين أثناء ذهابهم إلى الشرق واعتمدوا على الرياح الشمالية الشرقية بعودتهم نحو الغرب نرجع هنا قلت لكم آني إذا يقول لك بشون كانت هنا عندنا التجارة تقول لها وسيلة للتبادل واعتمدوا على التجارة البحرية من الرياح الموسمية الرياح الموسمية الغربية أثناء ذهابهم وين قلنا ذهابهم نحو الشرق لما تذهب تجارتهم وعلى الرياح الشمالية الشرقية اللي وين عنده عودتهم نحو الغرب حتى أن ابن المسعودي ذكر أن سفن التجارة العمانية إش كانت تجيب وياها تجيب الطيب وخاصة المسك أميا من مناطق التبت وأيضا حتى قصدت السفن يا بلاد بلاد السند ووصلت سفن الصين والهند إلى موانئ البحرين والأبلة على اليمن على الخليج العرب وكانت الأبلة هي وصيلة تتصال الحيرة بالهند والصين إش قال ابن المسعودي قال سفن التجارة العمانية شبيهة تأتيه بالطيب وخاصة منه المسك أميا من مناطق التبت ممكن تجيك هذا على شكل فراغ وبعد قصدت السفن بلاد السند ووصلت سفن الصين والهند إلى موانئ البحرين والأبلة على اليمن على الخليج العربي وكانت وسيلة اتصال الحيرة بيمن بالهند والصين وممكن أيضا عزيزة الطالب تجيك على شكل فراغات بعد ما انتهينا هزة رح نتطرق إلى السدود هنا نلاحظ أهل اليمن قبل الإسلام اهتموا بيمن اهتموا بالزراعة أهل اليمن قبل الإسلام بيمن اهتموا اهتموا بالزراعة وتنظيم الري الشؤون اهتموا بالزراعة وتنظيم الري من خلال إقامة السدود سووا أهل اليمن سدود حتى يخزنون المي ويستفادون منه بإصلاح الأراضي ويستغلوها للزراعة وهنا العرب ليس سووا هاي السدود بسبب قلة المياه ببلادهم وهنا ما تركوا وادي إلا واستثمروه بالمي وحجزوه بيها فهنانا صارت أدنى كثرة بيمن بالسدود تكاثر الأودية حتى جاوزت شقيد المئات وذكر الهمذاني إنه عدد السدود حوالي كان ثمانين سد بمنطقة واحدة من اليمن وكانوا يسمون كل سد باسم خاص إلها أو ينسبوه إلى البلد المقامبي من أعظم السدود شنية اللي كانت باليمن هي سد مأرب إذن اهتم بلادي اليمن بالزراعة والري والسدود حتى يخزنون المي وقدرون يستفادون منه بالزراعة وقدت لكم عددها صارت ثمانين ومن أهمها هي سد مأرب إلى هنا أعزائي الطلبة ينتهي درسنا لهذا اليوم على أمن أدقيكم في درس جديد دمتم في أمان الله وحبطه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر